الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله الامين والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ان شاء الله يبدأ حلقة حلقة عقام عشرين كفل عشرين الجهر بالدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدير دعوتهم صر علت جهرا علنا وادح الدحا والدعوة في الاقربين كفا انبتت ومبيا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رئيته لدعوته كفا جهر قبقت مبيا اليوم صلى الله عليه وسلم وتوم بي لي وتوم بي له لا تدرس لنا يوم واهتب اه احداث بديبة وآيات وصور رب العالمين لكديبة وقلنا انتبه وقلنا استفيد من نا ان شاء الله قلمي لتاريخ نهاي دينات وتاريخ المصطفى صلى الله سلمته الدعوة في الاقربين وبعد ان تمهدت لها السبل نسبة للدعوة وتهيأ لذهورها الجو انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فان عسوك فقل اني بريء مما تعملون صورة الشعراء الله سبحانه وتعالى وما الامور يسرت ولجو يسرى وتهيأت ولنفوس وانساء الرقبة ومجموعة سنيت السري وبطرت من الله وحر مننا سر ومننا مستير مننا احبه عندي الفقرة وعدها كدعوتهم وبارسا قبقوا والتهاقوا وابا قبقوا وربه يعني الاقرباك انظرهم بيليو ولا صورتك لديباو انظر عشيرتك الاقربين يعني قدامك واغربا الاقرباء وكالتابعوا وارحمك لقبقوا لهم باهم استبدأ بيليو ومنهم لتابعيكا سخل اقلو يسر اقلو وعسيكم قبيني نونا ودايكم وانا انتم وضوه الليكم وانا انتم تعبوه الليكم انا بريء انا فنقاي وفنقايكم ربه الله ولي عمالكم لدررت بيليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته والاقربين وهم بنوا هاشم ومعهم نفروا من بني المطلبي فقال بعد الحمد وشهد التوحيد اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ربه حمده واثندي بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد التوحيد لا اله الا الله بياله اقوال الحمد لله الاقرباء اولهم نكوي على لهم بنوا هاشم وبنوا المطلب وقال بلهم ان الرائدة لا يكذب اهله سعال القائد بعد القط والله لو كنت لو كذبت الناس جميعا ان الرائدة لا يكذب اهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو قررت الناس جميعا ما قررتكم والله الذي لا اله الا هو اني لرسول الله اليكم خاصة و الى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها الجنة ابدا او النار ابدا نبي صلى الله عليه وسلم لواجه يوم والله انسان باعلقات واجه وامين وصادق اللي تبهال لعلا ومنكم انتم لباطه انسان برسالة لما دي وبلغوك لما دي وانسان مكلف من اي رب العالمين انا وانا يحسيكم انا رسول من رب العالمين انا واجهلكم خاصة واجهل الله المجتمع عامة انا امت كله ووالله للدنيا كمسلا لساك بوقتي متضناتو وكمسلا مناسكا لكم زقان طغن عظمناتو وابا احسان احسان قلتك ربو قلتك ربو قلتك ركبوتو وبسياد سياد قلتك ركبوتو اتهياني حتى من كريتا او جهنت او اسات اللي بلما اللي صلى الله عليه وسلم فتكلم القوم كلاما لينا غيرا عميها ابو ابي لهب قدام يسان ولهجيانا النبي صلى الله عليه وسلم عجباتهم سرهم وسرهم ينتم بيالو اللي بيالو إلا لكن ابوه ابو لهب اهجي اكي اتهاجا و نسقوه من هنا والعرب قلن دي قدو ابناهم تمنقبي قستلم وقا قاتل منقبي اللي دينو من اللي بدل هلا منقبي احنا دل لتا قلنا وادمنا من منقبي دينا بدل الهلا واللي بيالو لكن عم بهو ابو طالب منعيو كل كل نفر يقربو يتقربو الهدام من اللي بيالا لكن انا ديني عزيزي بياتو يفاربو ولكن وادحو ينفر يقربو يتقربو الهدام من اللي بياليوم قبل عم هو ابو طالب ستبسفو بطرا وابو الهب ضدو بطرا النبي النساء صلى الله عليه وسلم بلله يأدمى المروة سعيتو مسعاتا ودبر الصفا ببلها والمروة ببلها الليت وفنجيهم لعلامة الاخدر الليت اللي هاجر مسل سيدنا اسماعيل للولا قصر على الديباتا لكن هنا الهمانات دي بلله كان ليدبر الصفاتو ليدبر الصفا دي مكان لطوق رمنا مسعاتو بل نبت الانسان سعيل ودع مرات اوحد من قبي وطواف وخلص فديبر لكان اللا العل دي بل دبر عرقا كالرق قالت من در آه كان لو قل دي بل عرقا النبي صلى الله سلم ومن كين لك يوم قلم الله سبحانه وتعالى فاستع بما تؤمر بما تؤمر بما تؤمر واعرض عن المشركين بيلي والنبي صلى الله سلم العل دي ب آه أعلى كان دبر دب عرقا فصعد رسول الله سلام ذات يوم على الصفا فعلى أعلى حجرا ثم هتف يا صباح يا صباح بيالت لك نا يعني بسود بكر عباي لك دهي ودا كمان فاللو عي تمام كلهم جمعوا كمسر جمعوا وقبي لك يوم ثم جعل ينادي بطونا قريج ويدعوهم قبائل يا بني فهر يا بني عبد حدي يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد المناف يا بني عبد المنطلب كلهم لك يوم ولكن لكم سر سمعوا اللي محمد تبيلو اجتمعوا وموت او ومن اللي بله اللي اسمعوا كلهم سر جمعوا فلما اجتمعوا قال ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي بصفح هذا الجبل تريدوا ان تقير عليكم او كنتم مصدقي انا خبر بما تقوكم من كان اللي دبر خيل ما تقليت افروس ما تقليت قيادات ما تقليت من ابلكم خبر من امات اكم واسدق كون علكم واما كون ولا تحسينا واتحسيكوني لبن الله صلى الله سلم توما يا بي لو الله ما جربنا عليك كذبا دائما امانت وامان سمع من كان بلو صلى الله عليه وسلم قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انما مثلي ومثلكم كمثلي رجل رأى العدو فانطلق يربى اهله ان يتطلعوا وينظروا لهم من مكان مرتفع لألا يؤيدهم العدو فخشي ان يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا ثم دعاهم الى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبين لهم ان هذه الكلمة هي ملاك الدنيا ونجاة الاخرة ثم حذرهم وانذرهم عذاب الله انبقوا على شركهم ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله وانه مع كونه رسولا لا ينقذهم من العذاب ولا يغنيهم من الله شيئا وعم هذا الانذار وخص فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم ربو فره اقول لكل اللي لسه كمان لبلو ملا يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضر ولا نفع ولا اغني عنكم من الله شيئا لبلو اذا انذار لا يبو اذا انذار اذا انذار ربو فره الاسنام تعبدا ربو وحيد ربو ارات وقبال لبلو اذا انه افراد افراد مجموعة مجموعة عد عد فرع فرع لتلاقي يوم قبال بخير قبل ودعوات لنا كل امر وميت دعوت الاسلا الى بيين اقول لهم الله يا بني كعب بن الوي انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضر ولا نفع وهكذا يا بني مر بني كعب انقذوا انفسكم من النار يا معشر بن قصير انقذوا انفسكم يا عبد المطلب يا عباس بن عبد المنطلب يا عباس بن عبد المنطلب يا سفية عمت رسول الله يا فاطمة بنت رسول الله قل لكم انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضر ولا نفع بهالي يوم كلما النبي صلى الله عليه وسلم ولي شكل اللي بو اسأل يوم والعشيرة انذار وبلاق وتحذير وتوجيه و نداء والجهد يوم مثلاك يوم وبلت عنققو والدققو واروحتكم انقفو بهالي يوم صلى الله عليه وسلم ولما اتم هذا الانذار انفد الناس وتفرقوا ولا يذكروا عنهم انهم ابدوا اي معارضة او تأييدا لما سمعوا سوى ما ورد عن نبي لهب انه واجه وانه واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء فقال تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا ها لما تقول لحضرات العالة كيتي بيلو سنيتي بيلو انداج دي بقتو استغراب دي بقتو كما قالوا لتكاعد دي بوم كرقما لتكريت دي بوم وتم انداج دي بيلو قيسو إلا أبي لهب اللي بيليو تبا لك إلا جامعة كان من السباح إلا جامعة كان انداج دي بيليو إلا كمسل بيليو تبا لك كمسل بيليو الله سبحانه وتعالى سورة تبت يد أبي لهب وتب لتكريت لسورة المسد وتتكريت أما عامة قريش فكأنهم قد أصابتوا مداشة والاستغراب حين فوجوا بهذا الإنذار النبي صلى الله عليه وسلم أقولكم سأل الله أنزر يوم واللقيب إلى يوم مرة تفاجأوا وأروك بي تأقبل لكن أبياتهم سأقبلوا ونفسهم سأستناتنوا واروحتهم سمعوا أقولها كلهم استنكروا واستخفافوا واستهزاءوا والدقبأوا والنبي صلى الله عليه وسلم أرأى كمرة أرأى كمرة أياما قبي لبول على وهذا الذي بعث الله رسوله هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء وأمثال كذا أبو كبشة أبو منتجه وموته واني تنصر من دينه اختار نسانية الاحرة يعني ديبون والسوب علو اللذين نبدل اندفيلو صلى الله عليه وسلم احتقار وطعن ديبو وابو اللي هو الدعال ويعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته وبدأ يجهر بها في نواديهم ومجامعهم يطلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى ما دعت إليه الرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتهك ويتقاس ويفره وقرأ يعبر مبدأ يقير ثبت واستقامت وكثقت دعوته دعوت حقته يعني واثق على من رب العالمين ونروحته والله سبحانه وتعالا قلت والليوته والليوته كبثبات واستقامت وبجدية دعوته كان أكاة نشرع على ديبان انديتهم من قبيد ديبان نتجمعهم تم عكابهم تهتهم لهذا ديبان دمات أكتب رب العالمين قرأ على ودعوت قدموا قلهم على كما أنبياء لقدمه ولبلبلهم على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ربي عباده مبليه رب ألبكم واحدة شريكة لابو ربيته ربي عباده ديب رب أقضل لبلبلهم على وبدأ يعبد الله أمام عينهم حق الله خلاص رب العباد قباد تقاطهم لسه الله قبقى ودققى نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد النبي صلى الله عليه وسلم حق الله خلاص ما تقلل السلاد بكعبا وجه بوجه تقاطهم لعداته ودعوته قدمه قرآنه قري وربي فره لبل وحق اللي يتو اللي يتعبو ده اللي يكون من ربي وكان اللي شركته واللي منكرته لبلهم على صلى الله عليه وسلم وقد نالت دعوته بعد القبول ودخل عدده من الناس في دين الله واحدا بعد واحد وحصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم من أهل بيتهم التباقدة والتباعد قال لو سبحانه وتعالى هيئة ومجموعة مقدرين إسلام أتوا واستجابة ودوا واتكبتوا لدعوتنا النبي صلى الله عليه وسلم قلهم ياني فين قيهوم وفين قيل على الدوم تباعد وتناعر أتيكم أتيكم دي بإسلام فقركم منينا دي مدلكم وعداوات وشوية مدايقات لحصل لهم على دي با أصدقاء ودي با أصحاب صلى الله عليه وسلم دي بلا قلنا بطرته إن شاء الله وحلقة تتمتل أهليت مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعوة دي با قلنا تهاجيته يدي بلا كل سامة لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته